قال لقد رأيت علامات النبوة كلها فيك إلا أنني كنت أريد أن أرى علامة واحدة أنه لا يزيدك الجهل وعليك إلا حلم وقد رأيتها فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ده ليه؟ لأنه مكتوبة أن دوم في التوراة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حاصل معروف أنه يأمر بالمعروف فشاف الحلم فالحلم ده معروف يبقى كده ربنا أمر مسلمين بما أمر به نبيهم عليه السلام ولتكن منكم أمه ما تعمل إبقى؟ يدعونا إلى الخير ويأمرونا بالمعروف وينهونا عن المنكر وأولئك هم المفلحون يبقى إلا حاصل؟ يبقى هذه الأمة مأمورة بالمعروف مأمورة بالمعروف ليه؟ لأن إذا كانت الأمة بتتبع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالرحمة هي أوسع معروف أن أنت ترحب الناس كلها فرسول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين طيب أمته رحضت نبي متلقي هذا البيان الرائع من القرآن الكريم ففسره لأتباعه من المسلمين إنهما يكونوا إيه؟ خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالإيه؟ بالمعروف فيعملوا إبقى؟ رحموا الجهلهم رسول الله سلم الرحمون يرحمهم الرحمن تعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يبقى خلاص حضرت النبي أخذ هذا المعدل للمعروف فهو الرحمة وسلمه للأمة لتكون خير أمة أخرجتها يبقى المعروف كمان خير يبقى المعروف رحمة المعروف خير المعروف جمال كل أمر برحمة ومعروف كل أمر برحمة وخير وجمال فهو معروف عشان كده عايزة أقول له حضراتكم إن للأسف الناس إيه اللي حاصل؟ مش هقول معدش فيهم معروف وإنهم أصبحوا خليين من العيش بالمعروف لكن حضرت النبي بيجي يفكرنا ويقول لنا كل معروف صدق عشان نفسنا تتهيأ لمسألة إن احنا نعيش بالمعروف عشان كده سيدنا الإمام الناوي يقول وهو بيوضح لنا ده إيه المعروف ده إن أي شيء إيه اللي حاصل؟ من العمل الصالح بيبقى حكمها حكم الثواب الثواب في الايه في الصدق يعني أي عمل هتعمله هيبقى زيه زي الصدقة في مسألة الثواب يعني إيه؟ في معروف هيبقى الحسنة بعشر أمثالها وفي معروف هيبقى إلى سمع من الضعف وفي معروف إيه اللي حاصل؟ يضاعف الله لمن يشاء وفي معروف بتعمل عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكمان إحنا عارفين إن الصدقة في حياة مهمة جدا تطفئ وضع بالرب وإن الصدقة بتداو المرضى داو مرضاكم بالصدقات وكمان بتوسع الرزق لإيه؟ هل جزاو الإحسان إلا الإحسان؟ إنت أحسنت فمن الذي سيحسن لك الله؟ فيتسع رزقك وعشان كده حضرت النبي بيوصينا نفعل المعروف سواء في أهله أو في غير أهله فيقول لنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا وكأن المعروف داو فيه طاقة من الوسع فيه حال من الوسع كده بيكون في المعروف وبعدين يقول ليا حضرت النبي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلق إيه دا يعني حتى المعروف لو صغير وكأن المعروف دا فيه سر كده أقول لكم السر إيه؟ وكأن المعروف لأنك أردت أن تعرف مدد الله ينظر الله إليه فيعظمه وهو ذات الموجود في معنى الصدقة إن الصدقة تتقع إن الصدقة تتقع في أمين الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير فيربيها لكم حتى تصيرك فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوها حتى تصيرك الجبال فهو معروف فالمعروف اللي أنت تعمله دا ستعرف بها الله ستعرف به الله وترى جماله أن الله يعرفك لما تشوف مدد الله ليك لكن للأسف فعندنا ناس خصوصا أصحاب التدين الكمي بيعملوا إيه بيبصوا للمعروف بالحجم بالكم وخلوا المعروف فيه معروف كبير ومعروف صغير مع إن دا يخالف نصوص الشريعة فمثلا سقيا كلب ممكن تغفر لحد زي ما غفر لامرأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيقولناش الأمثلة دي عشان يقولنا دا كان يا مكان دا بيقولك إن دا عنوان من عنوين بناء حياة الإنسان لم يقولك إن غفر لامرأة عاهرة لأنها سقط كلب ودخل رجل الجنة في كلب فغفر امرأة ذنوبه وأدخلها الله الجنة فبلاش تبص المعروف إن فيه حاجات صغيرة وحاجات كبيرة موسيقى موسيقى موسيقى